هل تجد صعوبة في تشبيك يديك من الخلف؟ أي خلف ظهرك إليك الأسباب إذا كنت غير قادر على تشبيك يديك خلف ظهرك للوصول إلى خلف مقعد السيارة أو عند أداء التمارين الرياضية مثل التمارين الإطالة فهذه علامة على عدة مشكلات صحية مختلفة متعلقة بمرونة وحركة الجزء العلوي من الجسم الذي يتضمن عضلات الكتفين الصدر والظهر تكمن المشكلة أن بعض الأشخاص لا يلاحظون هذه المشكلة الصحية خلال حركاتهم اليومية العادية مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض فيما بعد وفقا لموقع لايف سترونغ أولا الجلوس على المكتب إذا كنت تجلس على المكتب طوال اليوم فهذا سيجعلك تعاني من وضعية جسم سيء وانحناءة زائدة عن الطبيعي مما يؤدي على منطقتين الظهر والرقبة ويخلق توترا على العضلات مؤديا إلى نقص مرونة وبالتالي زيادة مستوى الإجهاد على العمود الفقري يكمن حل تلك المشكلة بالخطوات التالية ثني الركبتين باستخدام الأسطوانة أعلى عضلات العمود الفقري الصدري احتضن رأسك بيدك حتى تكون رقبتك مسترخية تنفس وترك الجزء العلوي من الظهر يمتد فوق الأسطوانة مع إبقاء الوركين للأسفل كرر هذه الحركة من ثلاثة إلى أربع مرات ثانيا العادات الخاطئة عادة ما تؤثر العادات الخاطئة مثل حمل الأكياس الثقيلة أو الإنحناء بشكل خاطئ يوميا إلى زيادة إجهاد عضلات الكتفين بداية من العضد إلى لوح الكتف وكلاهما الحركة الخاطئة تؤثر عليه كما أنه يؤثر بالسلب على آلام الرقبة لكن يمكن القضاء على تلك المشكلة بممارسة تمارين دوران الكتفين مع استرخاء الذراعين يعاني بعض الأشخاص من ضيق عضلات القفص الصدري ما يتحكم في استدارة الكتفين بالكامل ويجد هؤلاء الأشخاص صعوبة في الاستدارة ويرجع بعض الأطباء بعض العوامل مثل العادات الخاطئة التي تسهم في زيادة خطر الإصابة مثل الإمساك بالهواتف المحمولة والجلوس على الكمبيوتر طوال النهار يمكنك إصلاح هذا العيب من خلال ممارسة تمرين باستخدام أسطوانة ووضعها أسفل الجزء العلوي من ظهرك مع استرخاء الذراعين ورفعهما للأعلى باتجاه أذنيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر